السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وخاصة جدا من مهدي يحبذ دي حلقة استثنائية ولا تعني ان البرنامج رجع مش بشكل منتظم على الاقل لكن احنا سبق في حلقتين قبل كده اتكلمنا عن جوي تيفي وعن مميزات الاشتراك وعن العروض المتميزة اللي كانت متاحة وحتفضل تتكرر ان شاء الله الاشتراك دلوقتي بخمسين جنيه للشهر او بعشرين جنيه للأسبوع خمسين جنيه في الشهر ده اللي هو من غير عروض واخدين بالكو منتو المهم المرة دي بقى حنركز في المحتوى وجايب لكم معايا اختياراتي الشخصية لأفلام موجودة على الخدمة ما ينفعش تفوتوها الاختيار كان صعب الحقيقة لان مكتبة جوي تيفي غنية ومتنوعة وزي ما انتو عارفين مهدي يحبذ مش مقتصر على الافلام الحديثة عشان كده كنت بقرر اختياراتي من المكتبة كلها من الافلام الحديثة سواء العربي او الاجنبي ومن الكلاسيكيات العربية الجميلة اللي موجودة في المكتبة وكذلك من كلاسيكيات السينما الغربية ومن افلامهم الاحدث واللي برضو في منها مجموعة متميزة جدا في المكتبة وده بعيدا عن المسلسلات اللي برضو في منها الحديث جدا واللي في منها مسلسلات ممكن تكون ينفع نقول عليها كلاسيكيات ما بنزهقش من مشاهدتها وبعيدا كمان طبعا عن مكتبة برامج الاطفال المتاحة والمتنوعة من كارتون نتورك وبومرانج وحتى البرامج القديمة بتاعت الاطفال زي سالي وافتح يا سمسم وده كله غير الانتاجات الاصلية لجاوي تيفي نفسهم واللي تستاهل نظرة يعني جاوي تيفي ده مكان واحد تقدر تجمع فيه افلامك ومسلسلاتك الحلوة عشان ما تروحش لاي مين ولا وفي اختياراتنا النهار ده هحاول اقدم وجبة متنوعة افلام تتفرجوا عليها اسبوع بحاله ولو اني عارف ان فيه بينكم ناس ممكن يخلصوهم في يوم او مخلصينهم بالفعل افلام عربي وافلام اجنبي وحاجات كوميدي وحاجات جد وحاجات اكشن وحاجات قديمة وحاجات جديدة وحاجات نص نص والمميز في تنوع الاختيارات في جاوي تيفي هو انه اشتراك شامل يعني لمشترك في جاوي تيفي عنده مدخل لحاجات كتير من وحاجات كتير من فوكس بلوس وحاجات كتير من واجد خليجي فانا اخترت الحاجات اللي في الحلقة دي بناء على لفتي انا ومهتم جدا باختياراتكم زي ما حفكركم في نهاية الحلقة ياريت تساهموا معنا في التعليقات وعلى تويتر بافلامكم المفضلة على جاوي تيفي وبدل ما نخلص فرجة في اسبوع نخلص فرجة في شهر واللي لسه مشتركش فيه لينك في الدسكريبشن تقدروا من خلاله تشتركوا دلوقتي حالا بدون الحاجة لكريدت كارد عشان انا عارف ان ده موضوع مش متاح للجميع وبعدين قلولنا على اختياراتكم اما عن اختياراتي انا فيلا بينا نبدأ الفيلم الاول اللي حنرشحه من انتاج سنة 2017 وهو فيلم اجوست ستوري ولما نسمع كلمة جوست ممكن نتخيل ان هو فيلم رعب وهو مش كده اطلاقا ولما نسمع كلمة ستوري ممكن نتخيل ان هو قصة وهو برضو مش كده قوي فيلم اجوست ستوري من اغرب الافلام اللي ممكن اي حد يشوفها في الدنيا يا جماعة قصته بتبدأ بزوجين شابين وبعدين بتحصل حتى بيموت فيها الزوج ولكنه لا يرحل بالكامل وبيفضل موجود في شكل شبح لا في الشكل الكلاسيكي بتاع الشبح فعلا بملاية وكل حاجة عشان يرائب يرائب مراته يرائب الحياة يرائب الكون يشاهد معانا طرح تساؤلات لمواضيع وجودية مهمة جدا ويدينينا فرصة كمشاهدين ان احنا نفكر ونتأمل فيها الفيلم من بطولة كيسي افلك بس ما قدرش اقول ان هو امثل فيه قوي لانه طالع بدور واحد ميت وبتشاركوا البطولة روني مارا اللي عندها مشهد في الفيلم ده للتاريخ كمان مرة الفيلم مش عادي ومش لكل الامزجة بس حقيقي فيلم مميز جدا ويستحق ياخد فرصة اللي اعتقد انه الكل الامزجة بقى هي الافلام الكوميدية وترشيحي التاني حيروح لفيلم nothing to lose من انتاج سنة 1997 وهو من اكثر الافلام اللي ممكن اكون دحكت عليها في حياتي فيلمنا من بطولة تم روبينز ومارتين لورنس وادقهم هم اللي كنين في الفيلم من اكبر الدلائل على كيفية التنافر اللي بيخلق تناغم لان الفيلم كله تقريبا هم اللي كنين مع بعض وهما شخصيتين على النقيد تماما والتناقض ده بينتج عنه اكبر كمية ممكنة من الكوميدية الفعالة فيلمنا بيحكي عن نيك بيم اللي بيتصور انه شاف مراته وهي بتخونه فبيخرج في حالة غضب وثورة عارمة عشان يقابل الحرامي المتواضع تيرنس وينطلق مع بعض في عدد كبير من المغامرات القصة دي بتفكركم بحاجة قابل الضبط فيلم الرجل الابيض المتوسط بتاع احمد ادم وعزة ابوعوف واللي فكرته الرئيسية طبعا منقولة من فيلم nothing to lose بس بصراحة ما هواش نقل وحش قوي ليه شخصيته المتفردة وليه نكته الفعالة جدا فنقدر نقول ان ده ترشيح كومبو اكنين في واحد وعارفين اللي اكنين البلطجية في فيلم الرجل الابيض المتوسط اللي كان عامل دورهم ماجد الكدواني ومحمود البزاوي واحد منهم في nothing to lose هو جيان كارلو اسبوزيتو اه يا جماعة جاس فرينج شخصيا من اكبر الالغاز ما بين صناع الافلام في العالم كله يا جماعة هو ام نايت شاملان المخرج والمؤلف والمنتج وصانع الافلام المتميز جدا واللي عنده قدرة انه هو يعمل اسوأ الافلام الممكنة ولكن بمرأبة النمط بتاع افلامه حنلاقي حاجة غريبة قوي وهي ان افضل افلامه عادة بيعملها بعد ما بيعمل 3 ا4 افلام وحشين وده اللي حصل في ترشحنا الجاي وهو فيلم ديفل من انتاج 2010 وده اللي جي بعد افلام ام نايت شاملان lady in the water the happening the last airbender 3 افلام لا انصح اي حد في الدنيا انه يشوفهم اه احنا النهاردة بنقدم 10 ترشحات لافلام تشوفوهم واده 3 هم ما تشوفوهمش فيلم ديفل ما كانش من اخراج ام نايت شاملان ولكنه ساهم فيه كمؤلف وكمنتج والفيلم ده كان متميز جدا على مستوى الفكرة وعلى مستوى الاقاع فكرته بتدور ببساطة عن مجموعة من الناس محبوسين جوه اسانسير وزي ما تقول بس كده واحد منهم يبقى الشيطان طول الفيلم عملين نفكر ونشغل مخنا هو يطلع مين فيهم لان فيه ضحايا وفيه توتر متصاعد وفيه اثارة وفيه شدة اعصاب وفيه رعب في حدود المعقول اما في ترشحنا الرابع فحنروح لاجواء الرومانسية ومش رومانسية عادية ده نوتنج هيل شخصيا نوتنج هيل اتعرض سنة 1999 وما كانش حواليه هوسة كبيرة وانا فاكر ده كويس لاني دخلته في السينما بس ده من الافلام القليلة اللي قيمتها زادت مع مرور الوقت لما المشاهد بتاعته والمواقف بتاعته والجمل الحوارية المتميزة جدا اللي فيه عاشت معنا الفترة طويلة جدا واللي ملوش في الافلام الرومانسية يا جماعة الممكنة الفيلم من بطولة جوليا روبرتس وهي في عزها وهيو جرانت في وقت كانت كل الناس بتنظر له على انه الملاك البريء وقدموا اداء رائع جدا وتناغم متميز جدا بس بصراحة فيه اكتشافين تانيين انا طلعت بيهم من الفيلم ده اولهم هو ريس افنز اللي كان عامل دور سبايك وهو دور كوميدي ما يتنسيش وثانيهم هو الساونتراك بتاع الفيلم لان ما فيهوش غلطة ورحلة الحنين لرحلات السينما الجميلة بتاعت زمان حترجعني كمان سنة لورا عشان ارشح لكم فيلم انمي اوف داستيت من انتاج سنة 1998 بداية فترة تقلق وسيطرة ويل سميث من خلال فيلم اكشن شاركوا البطولة فيه جين هاكمان واحداث بتدور عن شخص بيلاقي نفسه في منتصف مطاردة امنية متطورة جدا بتدعي ان بحوزته شيء هو ما يعرفوش الطابع المميز جدا للفيلم ده يا جماعة هو التقنيات المرأبة واللي شفناها بعد كده في افلام كتير بس لما شفنا انمي اوف داستيت ما كناش شفنا اي حاجة زي دي قبل كده الفيلم كمان متميز جدا على مستوى الادوار المسندة لممثلين اصبحوا كبار دلوقتي زي ريجينا كينج وزي جاك بلاك في اختياراتي لأفضل الافلام العربية في سنة 2017 الفيلم ده احتل المركز السادس وهو فيلم فوتو كوبي من بطولة محمود حميدة والشرين رضا فيلم رائق جدا وجميل جدا بيدور عن صاحب مكتب تصوير مستندات في الخمسينات من عمره بيكافح عشان يلاقي لنفسه والمكتبه ومكان في المستقبل الفيلم كان التجربة الروائية الاولى لمؤلفه هايثم ضبور واللي بيتعرض له دلوقتي في السينما فيلم وقفة رجالة فوتو كوبي فيه واحد من اجمل الاداءات فيه تاريخ محمود حميدة وبرضو فيه اداءات مساندة متميزة جدا من علي الطيب واحمد داش وبالاخص بيومي فؤاد ترشحنا السابع حيروح لفيلم ديسبيرادو من انتك سنة 1995 الفيلم اللي طرح اسم روبرت رودريجاز كواحد من اهم المخرجين القادمين على الطريق ويمكن واحد من اروش مخرجين التاريخ روبرت رودريجاز كان لسه بعقله ايامها اه طبعا فيلم ديسبيرادو فيلم مختلف جدا بس مش على مستوى جنان الافلام اللي عملها بعد كده والفيلم من بطولة انتونيو بندارس في رحلة انتقام في المكسيك معارك واكشن ومزيكة من اجمد ما يمكن وظهور شرفي في الفيلم لأحد الاصدقاء المقربين لروبرت رودريجاز وهو كوينتين تارنتينو نتحرك بعد كده لسنة 2007 وفيلم 30 days of night احد افلام مصاصي الدماء ولكن اللي بينتهجه اسلوب الزومبي الفيلم بيدور عن هجوم من مجموعة من الفامبيرز لاحد المدن المعزولة في الاسكا واللي كانت بتستعد لاستقبال شهر كامل من الظلام والفامبيرز او مصاصي الدماء دول بيتمموا العزل التام للمدينة وهاتك يا هربادة بقى الفيلم من بطولة جوش هارتنت والراجل ده في الوقت ده كان بينظر له على انه احد اهم الممثلين الشباب ولسبب ما الراجل ده راح في طي النسيان بعد كده بس الفيلم ده حلو جدا ودموي جدا وفكرته كويسة جدا واجواءه العامة وانهايته بالتحديد برضو جيدة جدا ترشحنا القبل الاخير هو الاخير في نوعية افلام الاكشن والجريمة وهو فيلم edge of darkness من انتاج سنة 2010 الفيلم اللي ميل جيبسن كان بيحاول يستعيد فيه امجاد الاكشن بتاعت الماضي في فترة كان متخبط فيها جدا وكان مغضوب عليه داخل هوليوود فالفيلم ده مقدرش اقول انه هو خد نصيبه من المشاهدة او الاهتمام لكنه حقيقي كان فيلم كويس وكان فيلم بسيط طب بيحاول يكشف لغز مقتل بنته وده بيدخله جوه مؤامرة كبيرة بتدار من قبل الحكومة اكشن كلاسيكي مباشر الى حد كبير ولكنه كان معمول كويس وميل جيبسن قدم فيه اداء متميز وفترشحنا الاخير لازم طبعا نختم بحاجة كوميدية وده مش حاجة كوميدية عادية ده واحد من اهم الكلاسيكيات الكوميدية في التاريخ فيلم تريدينج بليسز من انتاج سنة 1983 من بطولة دان اي كرويد وإدي ميرفي في الوقت اللي كانوا فيه من اهم نجوم الكوميديا في امريكا وكانوا مسيطرين تماما على سكيتشات ساتردي نايت لايف الفيلم بيدور عن رهان ما بين 2 مليونيرات بانهم يجيبوا حد من الشارع ويمسكوا منصب مهم في شركة كبيرة وياخدوا الراجل المهم اللي كان ماسك المنصب ده ويرموه في الشارع ولكن الترابيزة بتتقلب على الكنين دول لما الفقرين بتوع التجربة بيقرروا يتمردوا الفيلم مش بس كويس جدا على مستوى الكوميديا لا كمان على مستوى مناقشته لفكرة الرأس مالية بشكل عام وطبعا مشاهدة ايدي ميرفي وهو في عزه فرصة لا يجب تفوتها دي كده ترشحاتي واختياراتي وزي ما قلتلكم مهتم جدا اعرف اختياراتكم وترشحاتكم من خدمة جاوي تيفي فياريت تساهموا بيها في الكومنتز او على تويتر الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك تويتر واني مو بودجو وبي باي